أمنة نسبيا في مناخ حرب شرسة لفيف التي تبعد 500 كم غرب العاصمة كييف تكتسب الآن أهمية تتخطى تاريخها الذي يعود إلى عام 1200 وكونها عاصمة ثقافية لأوكرانيا لفيف باتت قبلة المؤسسات الحكومية الأوكرانية والديبلوماسيين طاقم السفارة الأمريكية في كييف كان السباق إليها وقبل عشرة أيام من بدء الحملة العسكرية الروسية لحقه نقل سفرات فرنسا، إيطاليا، هولندا والدنمارك، النرويج والسويد وغيرها من سفرات غربية وحتى عربية ولماذا لفيف؟ 70 كم فقط تفصلها عن بولندا ما جعلها أولا بوابة أكبر حركة لجوء داخل أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بحسب الأمم المتحدة عبر خلالها في عشرة أيام مليون لاجئ إلى بولندا فيما هرب آخرون منها أيضا إلى رومانيا وملدوفا من خلال المعابر الأربعة المفتوحة على الدول الثلاث في حرب تقترب من أسبوعها الثالث تترقب لفيف مصيرها المجهول لكن سرعان ما أصبحت قاعدة خلفية مهمة تنقل بحسب نيويورك تاينز الإمدادات العسكرية الغربية والمتطوعين للقتال من الأوكرانيين والأجانب إلى مدن الخطوط الأممية شرقا من قطار لفيف خاركيف إلى باقي المدن الشرقية بعض المتطوعين جاء من براغ وبرلين ووارسو بحسب الصحيطة إذن هي خلية عمل هكذا ينظر إليها اليوم لكن المستقبل قد يحمل لها دورا أكبر عاصمة إحدى الأوكرانيتين بحسب ما يعتقد الغرب أنه مخطط روسي سواء بالسيطرة على الشرق وضمه أو بتشكيل الجمهوريات الخمس تحت عباءة موسكو بما يعرف بروسيا الجديدة ولأمريكا وأوروبا مخططها أيضا بحيث يكون القسم الغربي لأوكرانيا خاضعا لقوى موالية للناتو عاصمته لفيف ترجمة نانسي قنقر